مصر دائمان احنا متعودين كده نحنا واحنا بنبدأ يومنا مع حضراتكم بنبدأ بخبر من الأخبار الإيجابية من ضمن هذه الأخبار موقع أمريكي شهير اسمه بيزنس إنسايدر هذا الموقع وضع مصر على رأس قيمة أفضل عشر وجهات استثمارية في القارة الأفريقية كلها ده طبعا بعد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة وصلت 9.8 من 10% ده في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 قال كمان الموقع أنه مصر بتمتلك تاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة أفريقيا كلها بقيمة 394 مليار دولار ده طبعا بكل تأكيد هو ناكاس مباشر لنجاح التجربة المصرية في مواجهة كورونا ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي قدرن يتعامل ويتعافى من أزمة كورونا عشان كده مصر قدرت في عام 2021 إنها تحقق معدل نمو إيجابي في الوقت اللي شفنا طبعا فيه اقتصادات عالمية كتير واجهة صعوبة كبيرة جدا وحققت كمان معدل نموه بالسالب ويمكن عشان كده موقع بيزنس إنسايدر ختم التقرير بتاعه بجملة مهمة جدا يا جمان وهي إن الاقتصاد المصري هو اقتصاد مثالي للمستثمرين ده حقيقة شازلي والحقيقة إنه يعني دي مش أول إشادة كمان بالاقتصاد المصري وجذبيت والاستثمار على المستوى الأفريقي يمكن قبل كده تقرير الاستثمار العالمي والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد قال إن مصر قدرت إنها تحافظ على مكانتها كوجهة أولى الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي وده بكل تأكيد بفضل الإصلاحات الاقتصادية اللي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في الدولة المصرية وده طبعا عن طريق بقى يعني آليات كتير جدا الدولة المصرية قامت بها الحقيقة إنه هذه التقارير بيكون لها مردود كبير جدا لأنها بتشجع المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة وتوسعات كمان عمل توسعات في المشروعات أقائمة ده بالتأكيد من دوره إنه يخلق فرص عمل كبيرة للشباب وبيزود الصادرات وبيزود ثقة العالم كمان في الاقتصاد المصري وفي المنتجات كمان المصرية في نفس الوقت بيدعم معدلات نمو الاقتصاد المصري بس لو بصينا على يعني نمو الاقتصاد المصري وإحنا عندنا برنامج إصلاح اقتصادي وردنا بأول مرحلة وإحنا في تاني مرحلة حقيقة إنه من أهم عوامل نجاح هذا البرنامج هو المواطن المصري وده اللي أكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده وهو سيادته قال إنه المواطن المصري يتحمل الكثير الحقيقة عشان هذا البرنامج يقدر إنه هو ينجح ونقدر إن إحنا ابتصادنا يتعاف ويمكن كمان قال سيادته يا شازلي إنه مش هيرتاح غير لما دخل المواطن يوصل لعشرة أو عشر تلاف أو عشرين ألف شهريا ده بيخلينا نتوقع ونفهم استراتيجية الدولة المصرية وإزاي بتتحرك صحيح كنا بنسمع في وقت من الأوقات إنه إيه كل المشروعات إيه كل الكبار إيه كل الحاجات دي مفيش قطاع أو ملف بعينه بيمشي لوحده أو بيمشي في مصار لوحده هو ترس كبير جدا عشان نقدر نجذب استثمارات ونقدر نعمل مشروعات ونتوسع حتى على صعيد الظاهير العمراني لازم يبقى فيه عندنا بنية تحتية ولازم يكون عندنا طرق عشان يبقى فيه عدالة في توزيع الخدمات لازم يكون عندنا بنية تحتية معلوماتية دقيقة ومؤحدة وسليمة يا شازلي وده اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي بكل تأكيد المشروعات زي ما أنت قلت في كل المجالات وفي كل القطاعات وفي كل محافظات الجمهورية والمهم كمان مع كل هذه الأمور إنه يراعى البعد الاجتماعي وده اللي بتقوم عليه الدولة خلال الفترة اللي فاتت فيه دعم برامج الحماية الاجتماعية بنشوف ما يخصص لبرامج الحماية الاجتماعية بيزيد عام عن عام فيه الموازنة بالنسبة طبعا لموازنة الدولة لتحسين حياة المواطنين ليكون فيه جودة للحياة زي ما دايما بنقول عشان كده بنشوف إن حياة كريمة من أهم هذه البرامج الحماية الاجتماعية طبعا بالأضافة لأن فيه برامج حماية اجتماعية كتيرة جدا طبعا بتدعم كل فئات الشعب المصري ده طبعا كان من ضمن الأخبار الإجابية اللي حبينا نبدأ مع حضراتكم به نصبح لحضراتكم مرة تانية وأهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر